سألت السيد الرئيس حضرتك في يوم ما ويقلت له أنا عايز أفهم الحوار الوطني علشان نخرج بوثيقة لثورة 36 فرد عليك الرئيس بردود ربما نراها مطبقة على أرض الواقع تعليق حضرتك هو الحقيقة أنا طول الوقت مجغولة بفلسفة ومبادئ الثورة اللي هو الإطار الاجتماعي أو الوعاء الاجتماعي اللي بيسب فيه أهداف صورتين أم نبيون صورة لم تكتمل اختطفت وصورة لم يختلف عليها شخص واحد مصري أصير طبعا الصورة الأولى اللي هي كانت 25 يناير 2011 ولا نخفي بعض يعني سرا كنا كلنا فعلا غير راضين عن مجموعة أشياء انتهت بيها الجمهورية الأولى كانت ترهلت كانت لم يعد للدولة الدور استقالت من دورها استقالت من دورها استقالت من دورها أي نعم استقالت من دورها وكان الأمر وكأنه تسلموا بعض من الأشخاص الذين توحشوا على المجتمع في ممكن نقول تظاهرة رأس مالية غير سوية كل ده خلق عندك طبقتين فقط طبقة عليا أو بمعنى دق تمان فوق العليا طبقة سرية جدا وطبقة الدنيا تعاني جدا وأتذكر في هذا المفكر الكبير الدكتور سيد ياسين وما كنت بعمل معاه حوار في آخر 2010 فقال لي فيلال هنا وعيشش هناك تعبير دقيق عن الطبقية اللي كانت موجودة في مصر زائد انه كان فيه مشروع كلنا نرفضه ونخشاه وبنقومه بشدة سواء الأجهزة الوطنية والمؤسسات الوطنية في الدولة اللي هي أقائمة على حماية الدولة وعلى سيادة الدولة وعلى هوية الدولة من غير ما وصفها هي معروفة يعني هذه المؤسسات والقاعدة العريضة من الشعب كله كان ضد أن يحدث هذا أو تلغى معنى حقيقي للجمهورية اللي هو نظم التوريس أما قامت ثورة 2011 أو 25 يناير أي نعم كانت النداءات الأولى المبكرة لها مش من كل تواقف الشعب كانت من بعض قوى المعارضة ولكن عندما اتخذ القرار بأن لا يكون هذا النظام موجود كانت مؤسسات الدولة الرافضة جنبا إلى جنب تدعم الشعب ككل الذي وافق على أن لا يكون هذا النظام موجود هو أنا ليه بذكر ده بذكر ده علشان أقول أنه إحنا عشنا فترة تمهيدية كبيرة جدا عشان بناء الدولة ده المخاض آه يعني بناء الدولة الوطنية ده ليه إحنا آه يعني قفز إلى ذهننا بعد 30 يونيو لأننا في الفترة ما بين آه 2011 إلى 2013 كانت فترة صعبة جدا تم فيها هدم الدولة تماما النيل من كل المؤسسات الوطنية آه الشعب كله كان في حالة آه آه ثورة داخلية مع نفسه وإحنا اللي عملنا في 2011 ده كان صح طب إيه الفئات اللي ظهرت مراجعة الزات بقى لكل الناس وساعد على ده بعض القوة السياسية اللي هي لم تنل السلطة ولكنها كانت تتحالف مع من موجودين في السلطة فطبعا أنت هنا كنت فيه حزاب بتصق فيها إلى حد ما بتقول لها شكل تاريخي لها وعاء آه سياسي يحكمها فأنت لقيت ده خرج من الشرنقة بتاعته وابتدى ينصهر فيه أن حاخد ايه من ترتة السلطة صحيح هنا انزعج الشعب انزعج لأنه لم يكن الهدف اللي هو خرج عشانه في 2011 أو أيده بمعنى أصحي في 2011 قد تحقق بل العكس تماما فكل الشعب كان حسنه هو مسئول مسئولية تم عن اختطاف دولته عن الانحراف بالأمن القومي عن التخلي عن حدودنا يعني ده حدودنا كانت بتتبع عيني عينك كده قدامنا يعني لولا اننا عمدينا مؤسسة عسكرية صارم في الحفاظ على الدولة وسيادتها كنا زماننا لغاية دلوقتي عمليين بنلملم في حدودنا مرة أخرى وندخل في مفاوضات من أجل استردادها فالحقيقة كل ده الشعب انتبه انتبه إلى معنى الدولة الوطنية ولكن لازم تعرف ان فلسفة المصطلح دايما لازم تأتي من مكان يعي هذا المعنى فمن طلق هذا المعنى من فم رجل قائد وزعيم وهو من تصدى وقال للشعب أنا معاكم والجيش ورايك كوزير الدفاع في هذا الوقت فهو من أعلن اننا نريد حماية الدولة الوطنية والهوية المصرية اللي اتنين معبع وحاول وفي أثناء حكم الإخوان لم يخشى وعمل لو تفتكر يا أستاذ ناشا قد كنت معنا عمل شبه لقاء واسع في فرش ميدان في المنطقة المركزية ليعلي من شأن الدولة المدنية الدولة المدنية الدولة المدنية دي ممثلة في مين ممثلة انك بتعترف انك عندك أداب وثنون وتحترم الثقافة بكل مجتملاتها كل مفضلات قوى النائمة كله فهو استحضرنا كلنا واعلن من خلال هذا اللقاء اننا دولة مدنية لنا هوية يجب أن نحافظ عليها وكل دا لا يمكن أن يحدث إلا في إطار الدولة الوطنية من هنا ظهر معنى الدولة الوطنية الذي التفح حول كل المصريين في 30 ستة